مجاهدين اهلا بكل حضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا بيتنا اهلا العلامة الدكتور يوسف القراضاوي فاحد حلقاته المهمة جدا في برنامجه المعروف وليكان فضل يتعرض لوقت طويل للشريعة والحياة جاله رسالة اوقفته اللي رد عليها الحلقة دي كانت بتاريخ 16.5 سنة 1999 للي حابب يرجع للحلقة ويتفرج على محتوى لانها كانت رائعة كانت من اب في قمة حرته وقلمه وتخبطه بيقوله بقى ايه في الرسالة دي نفسا كان ايام الفاكسات بقى ما بتتبعت قال له هذا فاكس من اب لا يعرف ماذا يفعل باولاده وكيف ينقذهم فانا اب لطفلين وارجو من الله ان يكون خلفا صالحا ينفع الاسلام والمسلمين ومدخلتي تتعلق بالمصير الحتمي للطفل الذي يتربى هنا في بلد مثل المانيا وحال الاطفال هنا على نوعين اما من ابوين يتحدثان اللغة العربية والمشكلة هنا اقل نسبيا لكنها موجودة واما من ابوين احدهم يتحدث العربية وانا منهم والمشكلة هنا اعظم بكتير حيث ينحيز الابناء غالبا للطرف صاحب الوطن ويعاني الطرف الاخر من الغربة حتى في منزله وفي كلتا الحالتين ارى اننا نربي الاطفال على شيء والواقع الذي يعيشونه في الحضانة او في المدرسة او في العمل شيء اخر تماما بل هو النقيد والضد تماما فينشأ الطفل في صراع مع كل هذه المتناقضات ما يتلقاه في المنزل وما يراه خارج المنزل النتيجة ايه بقى من وجهة نظر الاب ان بينشأ الطفل او الاطفال كلهم بينشأوا مرضى يا اما مرضى نفسيا او بتكون عندهم انفصان في الشخصية ولما بيوتح للطفل اول فرصة بيدرب بكل شيء عرض الحائط من دين ومن عقيدة بتأيد حريته من وجهة نظره هو ووجهة نظر المجتمع الغير اسلامي اللي حواليه من غير اي استثناء وحتى لو حاول الوالدان على حد قول ان هما تقليد الملايكة يبقى خلاص هما الاتنين بقوا ملايكة عشان يكونوا مثل اعلى للطفل برضو النتيجة مش هتكون زي ما هما عايزينها وبيقول انا شخصيا كاب اعيش في دولة غير اسلامية اخشاها وقال بعد بلوغ الطفل سن البلوغ ان هو يخشى ان اولاده يكفروا بكل القيم والمصل اللي تعلموها في البيت وفي النهاية بيتغلب المجتمع الغير اسلامي اللي احنا عايشين فيه على البيت ولا حوله ولا قوة الا بالله مشكلة اصر كتير جدا اتغربت عايشة في دول غير اسلامية اطلاقا وفجأة بتلاقي نفسها بتتسحب هي وولادها وحدة وحدة عشان ايه؟ عشان يقدروا يندمجوا مع المجتمع اللي هم عايشين فيه بس مش على حساب ديني ولا على حساب عقدتي طبعا رد الدكتور يوسف القرضاوي بصراحة الحقيقة كان رائع جدا طبعا انا مش هقدر اقول الرد كله لان كان فيه مستدأ حديث وحاجات كتير ولكن هو قال قاعدة اساسية وقاعدة اولى قالها ان القاعدة دي مهمة جدا قال فيها وجود الزوجة المسلمة التقية الصالحة ده الاساس اللي هتربي طبعا وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد اعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي وعوامل طبعا تانية كتير احنا هنتكلم فيها معاكم النهاردة خلال الحلقة كيفية الاندماج الصحيح في المجتمعات الغير اسلامية وازاي اربي ولادي صح دينيا وعقائديا وانا حواليا مجتمع كله مختلف عني تماما في ظل الفتن ومحرمات كتير جدا هنعرف معاكم بعد الفاصل موسيقى موسيقى موسيقى